مع اقتراب جائحة كورونا من عامها الثالث تزداد محنة الأطفال مع تعثر اقتصادات الدول وتزايد الفقر إنقاذاً لمائة وسبعين مليون طفل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف تطلق أكبر نداء تمويلين في تاريخها بقيمة تسعة مليارات ونصف دولار لتغطية أنشطتها لصالح الأطفال المتأثرين بالنزاعات وتداعيات جائحة كورونا حتى نهاية عام الفين واثنين وعشرين اليونسيف قالت إن هذا النداء الطارئ للتمويل يستهدف الوصول إلى أكثر من ثلاثمائة مليون شخص من المتأثرين بالأزمات الإنسانية في مائة وخمسة وأربعين دولة عبر العالم نداء التمويل الجديد للمنظمة هو الأكبر من نوعه لتمويل البرامج الأساسية في وقت ازدادت الهجمات على الأطفال في البلدان التي تشهد النزاعات إضافة لتدمير البنية التحتية الضرورية لبقاء الأطفال على قيد الحياة فقرابة أربعة وعشرين ألف انتهاك جسيم تم بحق الأطفال العام الماضي بمعدل اثنين وسبعين انتهاكا كل يوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر